الاسم اللي ادراتي وانت في الموقع معاك الايباد او معاك الايفون او معاك على التابليت فتقدر تشوف المشروع وتقدر تحط تقارير الحاجات الموجودة تقدر تختصور ترفع التقارير دي بتشوف كل المشكلة مرفوعة لا او هكذا طيب فده الاوتا ديسك بيم 3060 فيلم لو جيت هنا عند الساهمين دول هندوس عليها هيبدأ يعمل سينكوليزيشن مجرد بس هتدوس على كلمة سينك وهو يبدأ يرفع الملفات ويعمل ابلود ودونلود دلوقتي انا اقول له cancel وبعد كده من عند الشكل الشخصي دوت تقدر تختار الويوزر بتاعك وتقدر تختار المشروع اللي انت تشغل عليه اولو ندوس عليه بيقول لك اختار المشروع اختار المشروع اللي انت عايزه وتختار الويوزر بتاعك ولو عندك ايه حاجة عايزة submit your idea تتبع على افكار بتاعتك طيب ولو جينا هنا عندي ثلاث شرط دول هتدوس عليها هيقول لك بقى انت عايز تشوف الاشيو ولا checklist ولا delay update ولا equipment ولا task ولا library طيب خلانا نشوف الاشيو بيبدأ يفسح لك قايمة كده لو في اي مشاكل فتقول له المشكلة دي مثلا open ولا work ان انا نحنا ندوس على مشكلة كده هنقول له الاشيو تسبعتها مثلا ان هي work complete تمام ال data create بقدر تدخل التعدل في ال data التبريف الroot cute سبب المشكلة دي ايه فلو في اي سبب من المشكلة مثلا سبب المشكلة 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 تمام طيب ال due date الاثر من المفروض عمل المشكلة ديت ال location تبدأ تحدد ال location مثلا في ال floor series تمام وتقول له مثلا ال location details تقدر تكتبها عدد ساعة العمل فيها ال cost كلفنا tag full description total cost الفري العمل unit كل المعلمات دي تقدر تضيفها للمشكلة ديت قدتو في full template خلاص ذات template مشكلة دي تقدر يجيبهم التمبريت ديت تقدر تعمل اضافة نيوشو طيب تكتب بقى الحاجات اللي انت عايزها طيب انا اقول له delete دلوقتي طيب حاجة هنا ثاني من هنا وقول له checklist طيب اقول له checklist ايه بده يجيبهم لي اقول له مثلا ديت ال checklist كل بقى واحدة فيهم certified location تبدأ تكتب اللي انت عايزه ممكن تقول له اه زائد ناقص ما عندش معلومة تمام تجاوب صح وغلط وهكذا لو انت عبدار على find checklist لو انت عبدار على اي checklist طيب ممكن اجي هنا بقول له انا عايز delay updated فكل يوم بتكتب بقى update بتاع اليوم دوت create my report تبدأ تعمل report بالوضع الحالي ال location كام كام ال visibility كل حاجة ادنود طبعا دي تبقى ممتدة جدا ان انت تتبع عرف سير مشروع كان عامل ازاي ال labor total hour تقدر تضيف هو يبدأ يحسب لك تبدأ تحسب ممكن تنسخ من اي update تانية لو في اي update ممكن تعمل من publish تبعت ال update دي على النت بحيس ان هي حد من الشركة مش هلحد ماشي في الشارع هيلاقيها يعني طيب هاجي هنا وقول له انا عايز دي اللي موجود في المشروع ده دي انا عملتها على المتصفح لو دوست عليها هيقول لي المعلومات بتاعتها نوع الماكنة والدسكريبشن بتاعها واللوكيشن والستيتاس والبامب سايز والادي اس البر كود كل المعامات الخاصة بالماكنة في تشيكليست بنتابع الماكنة دي كل فترة ال issue لو في اي مشاكل تقدر تجي عنامة الزائد دي وتضيف المشكلة تبدأ تكتب اسم المشكلة وال issue طيب نوحة ايه وهكذا ال attachment تقدر تاخد صورة هتقول له ال attachment تاخد صورة معينة ايه يكون مثلا اهي في الموقع طبعا هتاخد صورة الموقع باش تاخد صورة الكيبورد ال activity تقدر تدي في اي activity موجودة تقول مثلا فلان يروح يعمل كذا فلان يعمل كذا وكذا طيب ادرجي هنا وقول له task كتابع التاسكات لحد دي كتاسك خاصة تقدر تشوف بها كل الملفات الموجودة في المشروع تمام ايت الملف ده متقدر غريب لو اش قدر شوفه الموديل تقدر شوفه الموديل بشكل دوت تقدر تشوف الموديل اهو على التابلت وانت تفعل بالموقع ممكن تقول له photo وتبدأ تشوف الصور بشكل دوت لو جيت هنا هتلاقي بعض الخصائص ال level اول حاجة ده بتشوف الحاجة بتاعتك مضبوطة او لا الميل بتاعها اللي بعد كده بتلاقي notebook ده بتكتب بعض الملحوظات بتقول له ايهو بتكتب بها اللي انت عايزه وتقول له دعم وبعد كده barcode ده لو في اي حاجة عندك معمولة بمجرد ان انت تتجي عليها يبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها مثلا فيه مكانة جديدة ففيها barcode فياخذ المعلومات ده ويجيب لك بقى تاريخ المكانة ده والمعلومات الخاصة بيها والضغط بتاعها وكل حاجة